مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم محتوى كتاب مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع للفيلسوف الإنجليزي جيرامي بانثم والذي نشره عام 1780 يدافع بانثم عن مذهب المتعة النفسية والذي يقول إن جميع أفعال الإنسان مدفوعة بالرغبة في الاستمتاع بالمتعة أو منع الألم وإن الاستمتاع بالمتعة أو تجنب الألم هو الهدف العقلاني الوحيد للفعل البشري كما أنه يدعو إلى مذهب المتعة الأخلاقية والذي ينص على أن صحة أو خطأ الفعل يتم تحديدهما من خلال ما إذا كان الفعل يميل إلى تعزيز السعادة أو التعاسة إذا كان الفعل يتوافق مع مبدأ المنفعة أي إذا كان الفعل يميل إلى تعزيز السعادة أو منع التعاسة فإن الفعل يكون صحيحا من الناحية الأخلاقية أو على الأقل ليس خاطئا من الناحية الأخلاقية والعكس صحيحا يؤكد بنثم أن مبدأ المنفعة هو الأساس الوحيد الكافي لتقرير ما إذا كان الفعل صحيحا أم خطأا من الناحية الأخلاقية إن مبدأ التعاطف والكراهية أي الشعور بالموافقة الغريزية أو عدم الموافقة على العواقب المتوقعة لفعل ما ليس أساسا كافيا للحكم على صحة الفعل أو خطأه الأخلاقي وفقا لبنثم فإن مبدأ التعاطف والكراهية هو مجرد ميل للموافقة أو عدم الموافقة على فعل ما وليس مبدأا إيجابيا للسلوك الأخلاقي يرى بنثم أن مبدأ المنفعة هو مبدأ عمل صحيح أخلاقيا في كل موقف ويقول إن مبدأ المنفعة يمكن وصفه أيضا بأنه مبدأ السعادة الأعظم لأنه يؤكد أن الهدف الوحيد الصحيح والأخلاقي للفعل هو تحقيق أعظم سعادة لجميع الأفراد الذين تتأثر مصلحتهم بهذا الفعل يرفض بنثم فكرة أن قانون العقل هو مبدأ أخلاقي كاف بالنسبة له فإن مفاهيم مثل الفطرة السليمة وحكم الحق وقانون العقل وقانون الطبيعة هي مجرد مبادئ نظرية أو تأمولية ولا يمكن تطبيقها عمليا على كل موقف أخلاقي يصف بنثم طريقة كمية أو حساب المتعة يمكن من خلالها حساب الصواب أو الخطأ الأخلاقي لفعل ما وفقا لمقدار المتعة أو الألم الناتج عن الفعل يوضح بنثم أن كمية المتعة أو الألم قد تعتمد على شدة المتعة أو الألم ومدتها واليقين أو عدم اليقين والقرب والخصوبة ونقاء المتعة أو الألم يمكن تحديد نقاء اللذة أو الألم من خلال احتمالية أن لا تتبع اللذة أو الألم متعة أو آلام من النوع المعاكس وفقا لبنثم فإن الأفعال الصحيحة أخلاقيا تميل إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من المتعة وأقل قدر ممكن من الألم في حين أن الأفعال الخاطئة أخلاقيا تميل إلى إنتاج قدر أقل من المتعة أو قدر أكبر من الألم مقارنة بالأفعال الأخرى والتي يمكن تنفيذها قد يعتمد المقدار الإجمالي للمتعة أو الألم الناتج عن الفعل على المقدار الإجمالي للمتعة أو الألم الذي يشعر به جميع الأفراد الذين تتأثر مصلحتهم بهذا الفعل يقدم بنتم تصنيفا لمختلف أنواع الملذات والآلام يمكن أن يكون سبب الملذات والآلام أنواعا مختلفة من الأحاسيس والأفكار والعواطف والذكريات والتوقعات والارتباطات قد تجتمع الملذات والآلام البسيطة لتشكل ملذات وآلاما معقدة وقد تكون اللذة أيضا بسبب تخفيف الألم وقد يكون الألم بسبب انقطاع اللذة قد تكون المتعة ناجمة عن إشباع الرغبة وقد يكون الألم ناجما عن إحباط الرغبة يوضح بانثم أن الحساسية للمتعة أو الألم قد تختلف بين الأفراد وأن كل فرد قد يستجيب بشكل مختلف لنفس المتعة أو الألم إذا كان سيتم تطبيق المكافآت على السلوك الجيد أو العقوبات على السلوك السيء بشكل عادل فيجب أن تأخذ هذه المكافآت أو العقوبات في الاعتبار الاختلافات التي قد تحدث بين الأفراد في حساسيتهم للمتعة أو الألم يقدم بانثم أيضا تصنيفا لدوافع العمل فيرى أنه لا يوجد فرق بين هدف تجنب العقاب بقول الحقيقة وهدف تجنب العقاب بالكذب لأن الهدف في كلتا الحالتين هو تجنب العقاب ويرى أنه لا فرق بين قصد حفظ النفس من الخطر بمساعدة إنسان وقصد حفظ النفس من الخطر بعدم مساعدة إنسان لأن المقصود في كلتا الحالتين حفظ النفس من الخطر ويرى أنه لا فرق بين هدف كسب رضى الشخص باللطف معه وهدف كسب رضى الشخص بالقسوة على عدو ذلك الشخص لأن الهدف في كلتا الحالتين هو كسب رضى ذلك الشخص وفقا لبانثم اللذة هي خير في جوهرها والألم هو شر في جوهره إن الدوافع التي قد تكون لدى الأفراد لأفعالهم لا تكون خيرا أو شرا إلا إذا كانت لها عواقب خير أو شر قد لا تكون الدوافع خيرا أو شرا في جوهرها وقد تختلف عواقبها وفقا لكل موقف ووفقا لحساسية كل فرد تجاه المتعة أو الآلم يحاول بانثم تبرير الطهاد الرجال للنساء من خلال القول بأن النساء قد يكون أكثر حساسية للمتع والآلام الصغيرة وبالتالي قد يكون لدى النساء ثبات ذهني أقل ويجادل بانثم أيضا بأن النساء أكثر عرضة لتوافق أفعالهم مع مبدأ التعاطف والكراهية وأنهن أقل عرضة لمطابقة أفعالهم مع مبدأ المنفعة ويؤكد بانثم أنه إذا كانت النوايا الطيبة تنتج عن دافع فيمكن وصف الدافع بأنه جيد وإذا كانت النية السيئة ناتجة عن دافع فيمكن وصف الدافع بأنه سيئ إن حسن أو سوء نية أداء عمل معين قد يعتمد على العواقب المادية لذلك الفعل العواقب المادية لفعل ما هي أحاسيس المتعة أو الآلم التي ينتجها هذا الفعل الأفعال الصالحة تنتج المتعة بينما الأفعال السيئة تنتج الألم وفقا لبانثم الدوافع تنتج النوايا ومجموع نوايا الفرض قد ينتج ميلا لأداء أو عدم أداء عمل معين ما إذا كان الفرض يؤدي عملا معينا أم لا قد يعتمد على استعداده لأداء هذا الفعل وعلى الظروف الخاصة التي قد تؤثر على التعبير عن هذا التصرف يقسم بنثم الدوافع إلى نوعين أولا الإغواء أو الإفساد وثانيا الوصاية أو المحافظة قد تؤدي دوافع الإغواء إلى أداء الفرد أفعالا غير مشروعة في حين أن دوافع الوصاية قد تجعل الفرد لا يؤدي أفعالا غير مشروعة قد تكون دوافع الوصاية إما دائمة أي ثابتة أو عرضية قد تحكم دوافع الوصاية الدائمة سلوك الفرد في معظم أو كل المواقف لكن دوافع الوصاية العرضية قد تحكم سلوك الفرد في بعض المواقف فقط وفقا لبنثم كلما كان الإغواء المطلوب من الفرد ضعيفا لارتكاب فعل غير مشروع كلما كان أداء هذا الفعل غير المشروع يشهد على فساد شخصية الفرد كلما كان الإغراء المطلوب من الفرد أقوى لارتكاب فعل غير مشروع كلما قل أداء هذا الفعل غير المشروع الذي قد يشهد على فساد شخصية الفرد يمكن تحديد عدم مشروعية الفعل من خلال حساب مقدار الألم المكتسب ومقدار المتعة المفقودة نتيجة لهذا الفعل يعرف بنثم الأخلاق بأنها فن إنتاج أكبر قدر ممكن من السعادة للذات وللآخرين الأخلاق هي فن الوفاء بواجب الفرد تجاه نفسه من خلال إظهار الحكمة وفن الوفاء بواجبه التجاه الآخرين من خلال إظهار الاستقامة والإحسان فبينما تهتم الأخلاق الخاصة بالسعادة الشخصية للفرد تهتم الأخلاق العامة وفن التشريع بسعادة جميع الأفراد فإذا تطابق قانون ما مع مبدأ المنفع فإنه يؤدي إلى زيادة السعادة الإجمالية لجميع الأفراد يعدد بينثم خمس فئات من الجرائم غير القانونية ضد المجتمع أولاً الجرائم الخاصة ضد الأفراد ثانياً الجرائم شبه العامة ضد مجموعات من الأفراد ثالثاً الجرائم المتعلقة بالذات ضد حقوق الفرد رابعاً الجرائم العامة ضد المجتمع وخامساً الجرائم الناجمة عن أعمال الكذب أو خيانة الأمانة يرى بينثم أن الجرائم الخاصة ضد الأفراد قد تشمل تلك المرتكبة ضد أولاً الشخص ثانياً الملكية ثالثاً السمعة رابعاً الحالة أي عن طريق الإخلال بالواجب خامساً الشخص والممتلكات وسادساً الشخص والسمعة قد تشمل الجرائم شبه العامة الأفعال غير المشروعة التي تعرض للخطر رفاهية وأمن فئة معينة أو مجموعة من الأفراد قد تشمل الجرائم العامة الأفعال غير المشروعة التي تعرض الأمن العام أو العدالة أو السعادة العامة أو الانسجام الاجتماعي أو الرخاء الاقتصادي أو السيادة الوطنية للخطر يرى بنثم أن معاقبة الجرائم غير القانونية ضد المجتمع يجب أن تكون متناسبة مع مقدار الضرر الذي تسببه هذه الجرائم فالعقوبة على الجرائم ليست مبررة إذا كانت غير مناسبة أو غير ضرورية وينبغي أن يكون مقدار العقوبة على الجريمة كافياً لردع ارتكاب المزيد من الجرائم ولكن لا ينبغي أن يكون ظالماً أو تعسفياً ويؤكد بنثم أيضاً أن أي شكل من أشكال العقوبة لانتهاك القوانين المدنية أو الجنائية يجب أن يتوافق مع مبدأ المنفع أي عقوبة يتم فرضها على فرد مذنب يجب أن يكون لها سبب كاف لإلحاق الألم بهذا الفرد إن الغرض من معاقبة الجرائم غير القانونية ضد المجتمع ليس فقط منع ارتكاب جرائم مماثلة أو أكبر بل تقديم الرضا لأولئك الذين تضرروا وتأديب الجاني وإصلاحه أتمنى أن يكون ملخص مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع قد أفادكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله